موسيقى النشرة المحلية من قناة سما الفضائي أهلا بكم والبداية مع العنوين لقد عيلت الدولة السورية على توفير البيئة الداعمة لعودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق اجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية لمتابعة أعمال مؤتمر عودة اللاجئين موسيقى سوريا انتصرت وأثبتت للعالم أنه هي تقيان واحد جحد واحد لا يمكن تمزيقهم وفي ريف حلب أهالي تل رفعت يجددون رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته موسيقى وبمناسبة أعياد تشريين افتتاحوا مشاريع حيوية بكلفة تجاوزت المليار ومئتي مليون ليرة سورية في محافظة السويدة موسيقى 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 أهلا بكم المتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين وفي كلمة له خلال الجلسة أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في تمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جدا تشكل منهج عمل للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات قائدي سوريا وروسيا الاتحادية الرئيس بشار الأساد والرئيس فلادمر بوتن لقد عملت الدولة السورية على توفير البيئة الداعمة لعودة اللاجئين السوريين وتأمين استقرارهم في مدنهم وقراهم بما في ذلك المتعلقة منها بالتشريعات أو بالبنية اللوجستية المطلوبة وفق إمكانات الدولة حاليا وإذا كان العفو هو بوابة إنسانية وأخلاقية وسياسية تفسح المجال لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين فإن مراسيم العفو الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد خلال الفترة الماضية هي خير دليل على الرغبة الحقيقية في إعادة اللاجئين وقد كان آخر المراسيم في مجال العفو هو المرسوم 13 لعام الواحد عشرين نعير اهتماما خاصا إلى تقديم مساعدات كهربائية وتأزويد الناس بمياه الشرب وغيرها من الخدمات الأساسية بعد حرب تاولة ضد الإرهابيين قد بدأت عملية لاستطباب الوضع في سوريا الحكومة الروسية سوف تواصل تقديم مساعدة إلى الدولة السورية الشقيقة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي الإنساني السياسي احتلال التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمناطق في شرق الفرات التي تتواجد فيها الاحتياطات الرئيسة من النفط والمحاصيل الزراعية يؤثر سلبا على انتعاش سوريا وتطويرها الانتشار الهائل للأخبار المزيفة حول الوضع في سوريا والتي تهدف إلى تخويف السوريين وإجبارهم على تأجيل عودتهم إلى ديارهم أمر مثير للقلق وصلت التنظيمات الإرهابية خروقاتها في منطقة خفض التصعيد بإدلب حيث نفذت 12 اعتداء خلال ساعات الـ 24 الماضية وفق وزارة الدفاع الروسية وذكر نائب مدير مركز التنصيق الروسي في حميمين اللواء البحر فاديم كوليد في بيان له أنه تم رصد 12 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية وفي منطقة خفض التصعيد أحد عشر منها في محافظة حلب وواحد في ريف اللاذقية موسيقى ميدانيا واصل سلاح الجو استهداف مع قلان مهمين لما تسمى هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرى الإرهابي في محيط بلدة مجلية شرقي جبل الأربعين بمدينة أريحة ودير سمبل بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل وجرح عددا من الإرهابيين وتدمير عتادا عسكريا كان بحوزتهم وحسب مصادر أعلامية سورية بيّن مصدر ميداني أن الجيش العربية السوري دكى بمدفعيته الثقيلة مواقع لتنظيم النصرى في سفوهن والفطيرة والرويحة بريف إدلب أما في البادية الشرقية فقد اشتبكت وحدات من الجيش والقوات الرديفة مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي في باديتي السخنة ودير الزور حسب مصدر ميداني أكد أن الجيش قضى على العديد من عناصر داعش أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بتجدد الاقتتال فيما بينهم في منطقة رأس العين بريف الحسك الشمالي الغربي ومنطقة الباب بريف حلب الشمالي وذكرت مصادر محلية أن اقتتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقضائف الاربيجي اندلع بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى فرقة الحمزة المدعومة من قوات الاحتلال التركي في منطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى بقوع إصابات في صفوف الطرفين وفي ريف حلب الشمالي ذكرت المصادر أن اجتباكات اندلعت بين إرهابي ما يسمى الجبهة الشامية وأحرار الشام على خلفية تقاسم النفوذ والسيطرة على طرق التهريب في قريتي العجيم والبواهج بمنطقة الباب ما أدى إلى إصابة عددا من الإرهابيين هذا وقد جدد أهالي منطقة تل رفعة ميري في حلب الشمالي رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين وذلك خلال تجمع جماهريا في المنطقة وأفاد مراسل سما بأن الأهالي حملوا الأعلام السورية منددين باعتداءات الاحتلال التركي الوحشية على المواطنين السوريين هذا التجمع الجماهري الحاشد هنا في ترفعة بالتأكيد على التمسك بالأرض والتوابط الوطنية وأيضا للأقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري وتنبيدا بالتأكيدات المجتمرة للنظام التركي ومرتزقته وربضا لكل أشكال التدخل الأجنبي معنا هنا العديد من المشاركين في هذا الحفل يعطيك العافي تحكينا عن هذا التجمع يوم التجمع للأول للعالم في اللياته سوريا متصبت وأثبتت للعالم أنه هي تقيان واحد جسد واحد لا يمكن تمزيقهم بتحت رأيه رأيه تعلم السوري وقيادة الدكتور بشار وجيشه المغوار وشعبه اللي بحب قائده اللي بسرع يضربه تحكينا عن المسيرة اللي يأتوا فيها هوب ترفعات نحن جايين نواقفها في التضامنية ضد إرهابهم ونسبت لهم أنه نحن سوريا ستظل عصية على الإرهاب ومتكافين وصامدين قائدا وشعبا إن شاء الله سوريا ستظل صامدة وعروس وأبي طبعا معنا كمان أحد المشاركين هنا يعطيك العافي صباح الخير صباح الخير سوريا ما تجمعنا هذا يعبر عن أن سوريا منتصرة سوريا واحدة سوريا واحدة قطعة واحدة سوريا ستعود إلى الأمن والأمان كما كانت بعون الله وبقوة الجيش والشعب والخائد إن شاء الله وتعالى يعطيك العافي تحكينا عن المسيرة صباح الخير بمناسبة تشريين تشريين تصحيح تشريين حافظ الأسد تاية سوريا وشعب سوريا واحد موحد أرضا وشعبا ونقول المحتل الأردوغاني الأخوانجي أننا باقون وصامدون ونحن خلف الجيش ومع الجيش وفي الصفوف الأولى ونحن ملتزمين بكل مواقفنا وأراضينا وقوادنا على أمل تحريض كل شبر في أرض سوريا بحكمة قياد القائد الدكتور بشار حافظ الأسد والنصر والنهاب طبعا من اللحظة أن هنا التجمع جماهيري عفوي حاشد شو بتحكينا عن هذا التجمع؟ هذا التجمع عفوي وذابع من كل قلب سوري شريف مؤمن بأنها تراب سوريا عزيزا علينا جميعا هذا المحتل التركي الغاشم نحن كشعب سوري نرفض أي تدخل بشؤون سورية وإحنا الدولة مستقلة بإذنه فعالى كما تشاهدون بعدس قناة سماء الفضائية هذا التجمع الجماهيري العفوي الحاشد الذي خرج للتنديد بمبارسات النظام التركي المجرم بجرائمه ومجازره خرجوا ليؤكدوا على أنهم صفا واحدا مع الجيش العربي السوري وتحت رائد العالم الوطني السوري وليصدوا أي عدوان محتمل كنت معكم أنا هيتم كزوا من بلدة ترفعات في ريف حلب الشمال وصفت مسائل أعلام محلية الإقبال على مركز التسوية في دير الزور بالكثيف وسط ارتياح أهليا كبير حيث تواصلت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور والتي تشمل المسلحين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية وفي اليوم الثاني من عملية التسوية شهد مركز التسوية الذي تم افتتاحه في الصالة الرياضية بالمدينة إقبالا كثيفا من أبناء المدينة المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم على غرار ما حصل في اليوم الأول الذي شهد أيضا إقبالا كثيفا وكان اليوم الأول من انطلاق عملية التسوية قد شهد تسوية أوضاع المئات من أبناء المحافظة وفي تصريحات نقلتها وكالة سانة عبر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم عن ارتياحهم من انطلاق التسوية لتكون منعطفا إيجابيا في حياتهم وتمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتتيح لهم فرصة الالتحاق مجددا في صفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن وحدة وسيادة الوطن وفي محافظة درعا التي يعود إليها الأمان تدريجيا بعد دخول عشرات المناطق ضمن اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة أقيم احتفال بالذكرى الحادية والخمسين لقيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد ضمن فعاليات فنية بحضور الآلاف من أبناء المحافظة وحجدا من الفعاليات الرسمية والحزبية والشعبية وممثلين عن الجيش والقوات المسلحة بعد ما حدث فيها من مسألة كبيرة وهي التسويات والمصالحات التي حدثت مؤخرا وانتشار الجيش العربي السوري في كل مواقعه في أرجاء المحافظة وعودة أبناء الوطن إلى حضن الوطن نرفع أسماء آية الحب والتقرير إلى السيد الرئيس بشار عبد الأسد ونجدد عهد الولاء والانتماء تحية لجيشنا البطل نهدي الانتصار لسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وإن شاء الله حوران رجعت لحضن الوطن بإذن الله رب العالمين والأمور ماشي يعني أمور بخير درعا الانتصار أول بأول نشارك الجماهير بشكل عفوي هذه الفرحة هذا العرس الجماهيري أتينا من بلدة نمر بشبابها وشيبانها نشارك هذا العرس الجماهيري نحتفل جموع الموجودين هون بإنجازات هذه الحركة وليزالت وانتصارات الجيش العربي السوري بالمحافظة أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردي استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا وفق صيغة أستانا في النصف الثاني من شهر كانون الأول المقبل ونقلت وكالة تاس عن تلوبردي قوله للصحفيين أكدنا استعدادنا لاستضافة الجولة المقبلة من محادثات أستانا في نور سلطان بعد عشرين كانون الأول ديسمبر المقبل وتلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي وننتظر التأكيد من الأطراف الأخرى وحينها فقط سنبدأ في إرسال دعوات رسمية للاجتماع وأشارت لبردي لأنه يتم التنصيق حاليا لعقد اجتماع لمزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا في إطار المحادثات بشأن سوريا في كازاخستان تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق مع تأثير البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جويا سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحوي والغائم جزئيا بشكل عام وباردا نسبيا ليلا في معظم المناطق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج وغدا تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة ويكون الجو باردا نسبيا ليلا في معظم المناطق أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الاثنين تجيل 146 إصابة جديدة بفاروس كورونا المستجد في سوريا وشفاء 98 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 46421 شفيت منها 27773 وتوفيت 2672 حالة هذا وكانت أفادت الوزارة بأن نسبة الإشغال في أقسام العزل والعنايات المشددة الخاصة بمرضى كورونا في المشافي ما زالت مرتفعة في معظم المحافظات وقال مدير الجاهزية والإصعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابة لمكالة سانة قال إن نسبة إشغال العنايات المشددة في محافظة دمشق وريفها وترتوس وسويدا ما زالت 100% مبينا أن عدد المرضى في أقسام العزل والعناية المشددة بلغ 2300 بمختلف المحافظات حاليا أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد عن انحسار جزئي لمؤشرات خطورة انتشار الحرائق المرتفعة في أراضي غابات شمال غربي سوريا خلال اليوم ونشرت المنصة عبر صفحتها على الفيسبوك تحديثا يبين خارطة مؤشر شدة انتشار الحرائق خلال الأيام من السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري والتي تظهر أن معظم أراضي الغابات شمال غربي سوريا اليوم تحت انحسار جزئيا لمؤشرات خطورة فيما تعود وتمتد خلال يوم الأربعاء على بعض المواقع المحدودة وأشارت المنصة إلى أن المؤشرات المرتفعة جدا تغيب يوم الخميس القادم مع استمرار تأثير المؤشرات المرتفعة والمتوسطة وحذرت المنصة من أن أي حريق أو دخان دعية للمواطنين للإبلاغ فور اندلاعه على الأرقام المجانية مائة وثمانية وثمانين ومائة وثلاثة عشر مبينة أن أعداد الخرائط يتم بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية هذا وقد أطلقت مديرية الزراعة بحمص بالتعاون مع مجلس المدينة وعددا من الجهات الأهلية والحكومية موسم التشجير بإعادة الغطاء النباتي لغابة الثامن من آذار في مدخل حمص الجنوبي مع استمرار حملة فعاليات الخير في المحافظات أطلقت محافظة حمص حملة التشجير للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي بعد الحرائق التي طالت الأشجار الحراجية المثمرة أكثر من ألفين غرسة زوري عد ضمن الحملة في غابة الثامن من آذار على طريق حمص دمشق كما سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق حملة تشجير في غابة حي الوعر السنة هي إن كان بحمص أو إن كان بالمحافظات الأخرى كان في عدد كبير من الحرائق طبعا هو أقل من العام الماضي لكن كان في عدد كبير من الحرائق طال الأشجار الحراجية وطال الأشجار المثمرة فلابد من الضرورة أن نعيد تعويض هذه الأشجار التي احترقت الأشجار التي يتم قطع على الطرق الدولية التغير اللي عم بيصيد بالمناخ هذا كله سبب لحتى كل ياتنا نساهم بإعادة بلدنا أو إعادة الغطاء الأخضر لكل مناطق سورية نحن بمجلس المدينة طبعا ضمن أيام الخير حطينا اليوم أن نحن نشجر بحدود الألفين شجرة للمساحة الموجودين فيها بالإضافة أنه خلال إن شاء الله الشهر القادم حنشتغل كماني بغابة البعر اللي كماني اللي تعرضت للحرق والسرقة أضرار كبيرة تعرض لها الغطاء النباتي في حمص والعمل اليوم لإعادة زراعة عدد كبير من الأشجار فقد خصصت مديرية الزراعة مئة وعشرين ألف غرسة جاهزة للراغبين بزراعة أراضيهم أو لترقيع المناطق المتضررة بالقطع الجائر هاي الغابة الكلة بيعرف أنه تعرضت خلال السنوات السابقة للحريق وللقطع الجائر من قبل بعض دعاف النفوس فاليوم عم يتم عادة أحياء وزراء أعداد كبير جدا من الأشجار الحراجية المناسب لطبيعة المنطقة تم زراعة حوالي ألفين شجرة ثلاثة أنواع غار كازورينا وبالإضافة إلى الكينة الغاية الأساسي طبعا نطبعه كان أنه تعويض الفقد من الشجر لأنه غابة 8 أزار الأكسوسيتا جهود كبيرة مشتركة للعمل لإعادة الغطاء النباتي الذي تضرر للوصول إلى إعادته كما كان كند الخضر لقناة سمى الفضائية حمص بمناسبة أعياد تشرين افتتحت محافظة السويداء عددا من المشاريع تضمنت إنشاء وتجهيز مدرسة وحفر وإكساء عدة آبار لتحسين الواقع المائي وذلك بكلفة تجاوزت المليار ليرة سورية مشاريع حيوية بكلف تجاوزت المليار ومئتي مليون ليرة سورية افتتحت في محافظة السويداء بمناسبة أعياد تشرين مدرسة عتيل المحدثة التي بلغت تكلفة إنشائها وتجهيزها ستمائة مليون ليرة لدعم الاستيعاب الطلبي المتزايد في البلدة تم تشرين عدة مشاريع أولى مدرسة في عتيل للتعليم الأساسي 16 شعب صفية بكلفة تصل حوالي 600 مليون ليرة سورية في هذا الموضوع نحن من خلال وضعه بالخطط خليطة المدرسية تم إشاء هذه المدرسة وتم وضعها في الخدمة انتقلنا إلى بير شهبة بير شهبة بغازل منطقة صحاري باستطاعت حوالي 20 متر مكعب بالساعة هذا البير كلف حوالي 600 مليون ليرة سورية على عمق تجاوز 600 متر مشاريعنا اليوم عم تأخذ أولوي في ثلاثة اتجاهات في قطاع التعليم في قطاع الكهرباء في قطاع المياه هنا الحاجة الضرورية لأبناء محافظة السويدة حفروا وإكساءوا وتجهيزوا بير لاهيث رقم واحد وبئر شهبة رقم 2 صحاري بكلفة تجاوزت 700 مليون ليرة بعد خروج بير لاهيث رقم واحد عن الاستثمار لعدم إمكانية إجراء الصيانة وفي مدينة شهبة لتقلص العجز المائي حيث باشرت هذه الآبار بضخ المياه بهدف تحسين الواقع المائي للأهالي بحضور رسمي وشعبي على أمل أن تلبي حاجات المواطنين الذين طال معانوا خلال السنوات الماضية من أزمة حقيقية في مياه الشرب حفروننا بير ثاني ونحن عندنا هنا مشكلة الكهرباء الكهرباء لا تغضي الأبار تعطينا مي كم لازم نشتري مي من بره من الأبار خاصة ويكلب المواطن أكثر من 100-150 ألف بيرة بالسنة في عنا البير رقم اثنين بير حديث ولكن معطل صلوا فترة طويلة فمن خلال المطالب هو البئر وإذا تأمنت الماء فبيرتاح المواطن الكهرباء ساعتين بأربعة بالست ساعات مش هتجينا ساعة الكهرباء هاي كشكل عام جي عنا المنطقة القبلية في البلد حارة القبلية اسمها وضع الماء سيء جدا جدا ليش منطقة عالية متابعة هذه المشاريع الخدمية والحيوية لأبناء المحافظة وتكثيف الجهود لزيادتها وتفعيلها كخطط عمل متسارعة قد تساهم في تحسين وقع السوريين الذين عانوا كثيرا وينتظرون مبادرات الحكومة السورية لتحسين وقعهم المعيشي والخدمي من السويدة قناة سمى الفضائية جمان حمدان عبدالات وزارة الزراعة القرار الخاص بإنتاج واستيراد وتصدير الأسمدة بهدف تأمين احتراجات القطاع الزراعي والمزارعين وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الأسمدة مدير الأراضي والمياه في وزارة زراعة دكتور جلال غزالة بيّن أن تعديل القرار جاء بهدف تسهيل إجراءات تأمين السمان والمحافظة على المادة الفعالة وبحسب القرار تم تخفيض نسبة عنصر المادة العضوية في الكمبوسات إلى 60% وذلك لتشجيع صناعة الوطنية إضافة لتعديل فترة إخضاع أي سماد أو مخصبا حيوي لتجارب حقلية لموسم واحد بدلا من موسمين يواصل فرع إكثار البذار بحماء عمليات غربلة وتعقيم القمح المستلم حيث وصلت الكميات الجاهزة للتوزيع إلى أكثر من 15 ألف طن هذا بينما تعمل المؤسسة على توزيع 800 طن من بذار الشعير على المزارعين تحضيرا للموسم الزراعي الحالي استمر فرع إكثار البذار في حماء عمليات غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية البارغ 27 ألف طن بطاقة يومية تصير إلى نحو 170 طن من خلال الغربال الرئيسي في كفربهم إضافة إلى الغربال المتنقل الموجود حاليا في مقر المكننة الزراعية في بداية هذا الموسم عملنا على استلام 27 ألف طن من البذار الخام من الأخوة الفلاحين من فروع المؤسسة بحماء وأدلب ودمشق تم غربلة حتى تاريخه 15 ألف وخمسمائة طن تم توزيع 6 ألف وخمسمائة طن على المصارف الزراعية في حماء و2600 طن لفروعة المؤسسة بالمحافظات التي لا تمتلك على أو لا تحتوي، ما في عندهم مراكز غربلية تم شحن بهدود 6 ألف وخمسمائة طن إلى مصارف الزراعية في المحافظة مجموعة كمية البذار المغربلية والمعقمة لتاريخه 13 ألف وخمسمائة طن تم شحن منها بهدود الـ 2700 طن للمحافظات التي لا يتوفر فيها مراكز غربلية باقي الكمية موجودة في مستودعات مؤسسة الكميات المغربلة والمعقمة الجاهزة للتوزيع بلغت نحو 15 ألف وخمسمائة طن تم شحن منها 9 ألف طن للمصارف الزراعية ولفرع الإكثار بدمشق والبدء بتوزيع الكميات المتبقية للمزارعين في حماء وإدلب بموجب الرخص الزراعية نحن نستقبل الأقماع على جورة الاستقبال من مراكز العراءات المؤسسية ونقوم بأعداده وتجهيزه وتنظيفه من الشبائد عبر عدة مبادئ للفصل عبر الثلاف الوزن النوعي الثلاف الطول الثلاف الحجم نقوم بغربلة القمع والشعير وإعداده والغربل والتعقيم والتعبئة والشحن إلى المصارف وتعمل المؤسسة على توزيع 800 طن من بذال الشعير للمزارعين المتعاقدين مع فرع المؤسسة وسط إجراءات مبسطة والكميات المتوفرة تكفي كافة المزارعين في حماء وإدلب بالسعر المدعوم حكوميا مشاريع انتاجية صغيرة تصهم بدعم التنمية الريفية وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة ومعمل الألبان والأجبان في كفر شاغر بريف منطقة الدريكيش هو أحد المنشآت الحيوية التي أنعشت المنطقة بتأمين فرص عمل للعائلات الفقيرة بعد مرور سنوات على تشغيل ورشته الصغيرة بصناعة الألبان والأجبان يطمح عدنان درويش لتطوير وتوسيع عمله أكثر وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيد العاملة في منطقته فهو يستجر كامل الإنتاج المحلي من الحليب لينتج ضمن مشروعه الصغير مختلف أصناف الألبان والأجبان مؤني حاجة المنطقة من هذه المنتجات موفر الحمد لله شغل دائما على العمال كله أمنية التعاملات الاجتماعية من أول الأزمة لحد الله نازل مستمرين والأمور الحمد لله مقبولة ومشغلين عنا دفعون 6-7 أما الغير الحليب المنجره من عند الأهالي ومنفيد فيهم كلها عائلات الفقيرة بدي يصور فيه دعم فيه دعم شويل على في حبة صغيرة بيظل السعر مقبول والمنشآت الصغيرة ليش أبوها من تعمل 50 طون لما تعمل 50 طون إذا عطيت لي المأزود بقى الفليرة بأسر معها بس مثل هذا يأسرت على الموظف أسرت على كل شيء أسرت على البيئة كلها عنا هنا بعدين كنت تبيعي بالنهار 200-300 كيلوك ما تبيع شيء العديد من الأسر تعتاش من العمل هنا فهي تجد في هذه المشاريع الريفية الصغيرة خطوة هامة لحل مشكلة البطالة وتأمين مصدري رزق كريم المنشآت أنا وأسرتي كاملة منها ما في وسيلة التنقل من نزل سرافيز أو ما سرافيز بتمنى أنه بكل قرية من منطقة دراكيش أن يكون فيه منشآت مماثل إلى بحيث أنه تخف البطالة وتكسر يد العاملة شغلة كويسة كتير ومعيشين الحمد لله بالعالمين من هنا مقدانة الحمد لله نشتغل وراتب كويس تشكل هذه المشاريع الصغيرة تجربة مهمة على صعيد تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة مما يصهم بتحقيق التنمية الريفية ختم النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر